بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بجميع مرة أخرى إذا كتابي يلي غيكم بروندر طبعا انتهينا معه إنسانجوليير رونكونتر فهذه الفقر إن شاء الله سنرى قصة جادة متعلقة بي أم بريكولور مرادوه أم بريكولور مرادوه أم بريكولور هذي كلمة نستعمله طبعا في العامية نقول مثلا بأن شخص كي بريكولي يعني أنه تسلك أنه تقوم ببعض الأعمال حتى يكتسبه قوة يومية طبعا الكلمة أيضا تتضمن ما يشبهه هذا طبعا كلمة بريكولور تأتي من فعل بريكولي بريكولي أنك تقوم بعدة تعديلات على الشيء مثلا بريكولي أموضور يعني أنك تعدل على محرك أنك تقوم بتعديلات معينة ممكن أنه تعني أنك تقوم بعد الأعمال البسيطة المفروضة عليك مثلا إذن نتكلم عن بريكولي هنا عندنا عن بريكولور ممكن أنه تعني أيضا أنك تعدد الحرف بغرض المعيشة إذن عندنا نتكلم عن بريكولي كما نقول عداد الحرف بريكولي أيضا ممكن أنه تعني أن تقوم بعد الأعمال البسيطة التي لابد منها أمبريكولور مالدغوة إذن نتكلم هنا عن شخص أنه يقوم بعملين لنفسه بدون أن يستدعي عاملا لكن هذا الشخص الذي سيقوم بالعمل لنفسه هو مالدغوة كما نقول أنه أعوج أنه أعوج ليس بشخص ماهر بل هو شخص غير ماهر مالدغوة كما نقول أنه يجب أن يقوم بالعمل هنا لن يجب أن يجب عن اجريكولت لنفسه أكبر أن تجب أن تماما بعد الأعمال كما رأس العالق بط Sharon avait صف قليل عقبوري لنفسه إذن دائما يمكن أن يكون لله وضع بميناء إنذن يمكن أن يدون أن يكون من تحرف أين أو يمكن أن يكون من فيه خليل عامل ، إذا قلت اجب أن أجب أن أعجبا قلت إذن ي millise Paulo أحيانة بفضل أن يظارني أحد شيئًا سناقضي وأحضرت أن تمامفع فيها كتابًا لنسأل الأشخاص أجب أن أعطيتني حياتي مقال بفضل جميعوا أصلاح إلى الله والذاء 멈تسابي فلن يخلص لك يحضر للحاضر بفضل، قل الكالپوقير كما نقول العم بوتجيغ كلمة طابلو ممكن أنها تعني السبورة إذا نتكلم عن قطعة الخيشب التي نكتب عليها إذا نسمع أنطابلو أيضا نتكلم عن جدول نقول مثلا تخاصي أنطابلو يعني أرسم جدولا لكن هنا كلمة طابلو تعني اللوحة إذا نتكلم العم بوتجيغ أنه أراد أن يغلق هذه اللوحة على الحائط فالنرى ماذا سيفعل؟ عندما العم بوتجيغ كما ذكرنا فيما سابق ممكن تعني الخار ممكن تعني العم إلى غير ذلك كما ذكرنا لكن هنا نأخذ المعنى مثلا نقول العم عندما العم بوتجيغ كان عنده كانت عنده لوحة طبعا اللوحة هنا كلمة مذكرة هنا طبعا نتكلم عن كلمة مذكرة إذا كولون كالبوتجيغ أراد أنطابلو عندما العم بوتجيغ كان عنده كانت عنده لوحة أكروشي للتعليق للتعليق أمير على الحائط من اللي العم بوتجيغ كانت عنده لوحة باش يعلقها على الحائط الديسيدى إذا هو قرارة طبعا الهبر دسيدى مقصود به ومنها مثلا كلمات لدسيزيون إذن هو قرر ليفعله شنو غيفعل باش يعلق باش يعلق هاد الطابلو إذن هو قرر ليفعله ليفعل هاد التعليق باش يعلق هاد الطابلو يعني هو نفسه إذن هو قرر باش يقوم بهذا العمل هو بنفسه إذن ليس نافعا دفع ذنير للعمل على الماجي النوذي عامل إذن هو قرر بلا منجيب عامل نقول لي عالقلي هاد الطابلو أنا غنقوم بهد العمل بنفسه كون لنكالبو جير عفا ان طابلو عفا ان طابلو عا اكروشي اومير يل ديسيدي دفع ذنير نقول عن شيء بأنه غير نافع غير نافع غير مجدي دفع ذنير أنه غير ليس نافعا للعمل على استقطاب عامل بلا منجيب عامل ما كيش ليش غينفع أهلا ويل أهلا ويل شاش ما معطو كخياتيل إذن يلا ويل طبعا لوفيب آلي هنا عندنا لوفيب آلي طبعا نقصد به ذهب إذن عندنا هنا أهلا يعني فلنذهب ولكن هنا لوفيب آلي كما في حالة كاترة أنه يستعمل للدلالة على الانطلاق كما نقول هنا فلنمطلق أهلا ويل شاش ما معطو كما نقول هنا فلنبدأ يا ويل كما نقول هنا فلنبدأ يا ويل شاش ما معطو شاش ما معطو إبحث لي عن متراقة كخياتيل صرخه المقصود أنه صرخ على ويل وقال له إبحث لي عن متراقة أي فو طوم وأنت يا طوم طبعا هنا عندنا وأنتم يا طوم طبيعا هدفو هنا تستعمل للحتران ايهو توم وانتم يطوم المقصود وانتي يطوم ابطي معلها غاقل ابطي معلها غاقل يعني اجلب لي المسترة جيب لي المسترة جوري بسوزي جوري بزوىوسي دولاسكابو جوري بزوىوسي دولاسكابو بوغمانة دوسي انا سيحتاج ولكن ما عدناش هنا انا سيحتاج سيكون عندي حاجة عندنا هنا أفواغ تستعمل كفعل طبعا مراه اسم يعني الحاجة تيجي كفعل يدل على الملكية ستكون عندي حاجة أيضا طب الاسكابو هو هدى السلم المقصود بسلم تكون عنده واحد جوجد الرجلين تتكالين بل ما تنوضعوه للحيط إذا نتكلم عن سلم لو رجلين لا يحتاج أن نضعوه على الحيط يسمى السكابو جوجد بسواهو سيدو السكابو بورمانتي دوسي إذا أنا أحتاج ستكون عندي حاجة لهاد الكرسي أو لهاد السلم بورمانتي للصعودي دوسي فوق مقصود هنا للصعودي فوقه أبخي تو إذا كمنا نقول هنا بعد الكل هل هذا بعد كل شيء؟ هل هذا بعد كل شيء؟ لا، لا ميوفو مدوني إنشاز دو كويزين؟ لا، ميوفو مدوني إنشاز دو كويزين؟ من الأحسن ميوفو كمنا نقول أحسن حتى لغير فالوغ تعني القيمة كمنا نقول أحسن قيمة ميوفو ميوفو مدوني إنشاز دو كويزين؟ يعني من الأحسن أن تعطوني إعطائي المقصود من الأحسن أن تعطوني إنشاز دو كويزين كورسيا للمطبخ كورسي دو المطبخ من الأحسن أن تعطوني كورسي دو المطبخ إذن وأنت يا جيم فوز عليك وغير أنت ستدهب جريا فوز عليك وغير أنت ستجري شي ما سيو جوجل عند السيد جوجل أفولوي دو مانضغي وأنت ستطلب منه دو بيان فولوغ بأن يقبله طبعا هنا ما عندناش وأن يقبله عندنا بأن يريد غطلب منه باش يبغي طلب منه باش يبغي أنت ستطلب منه حتى يريد يريد ماذا؟ مبخصو نيفو دو ليسليفاني مستواه المائي طبعا نتكلم عن الأدات تنتكلم على واحد الأدات بالخصوص تستعملها البناءون كما عندنا هنا نيفو دو سي سورتو لماسون كي سوسر دان نيفو دو إنه بالخصوص البناء كي سوسر دان نيفو دو اللذي يستعمل لنفسه عندنا هنا سوسر كما نقول أنه يقوم بأمر لنفسه يخدم نفسه بماذا؟ دان نيفو دو بهذه الأدات تسمله نيفو دو كيف هو تكوين هذه الأدات؟ سيتون قغاس عاقل إذا نتكلم عن مسترة كبيرة أو كما عندنا هنا دخمة دوبوة من الخشب طبعا الآن أيضا هناك مسترات من البلاستيك دولا كال التي فيها إذا نتكلم عن مسترة دخمة من الخشب دولا كال التي فيها إليا يعني هناك ماذا هناك؟ أم بوتي تيوب دو 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 إذا فيها أنبوب صغير من الزجاج اذاك انبيل داغ اذاك انبيل داغ يعني بفقاعة هوى فالحقيقة هدك الانبوب الزجاجي مفيش غير انبيل داغ مفيش غير فقاعة هوى في واحد الكمية قليلة دي الماء وفي هذه الكمية القليلة دي الماء هناك فقاعة هوى عندما تكون مصطرة وفقية ففقاعة الهوى تقع في وساطه الانبوب وبالتالي نعرف بان المصطرة بانها افقية اذا انظرنا اذا بالنظر ونحن ننظر اذا انظرنا بالنظر ونحن ننظر طبعا الى مقصودة الوضعية سنرى الفقاعة دي الماء في الكيناة الوضعية دي الماء في الجهة في الجهة او في الوساطة فالغاليب احنا تنقل الولي باش تكون في الوساطة تنقل قدو في المصطرة حتى تكون دي الفقاعة في الوساطة وبالتالي نعرف بان المصطرة مستوية وبالتالي نرسم خطا مستويا نظرنا بوزيسون دولابيول اذا ننظرنا كما نقول هنا بالنظر ونحن ننظر لابوزيسون دولابيول وضعية الفقاعة اذا ما التي تشوفها ديك الوضعية دي الفقاعة ان بوزيسون دولابيول لابوزيسون دولابيول تنعرف اوفقية إلا كانت ديك الفقاعة في الوساطة ماشي اوفقية إلا كانت تتجير أو تتجير مدقى العم بوزيسون دولابيول لجيم جيم وذلك وغير شمسي جوجل اي فولويدو مونديدو بي فولوار مبحيطي سوني فوضو مغيية وانتي مغيية نوفوزو ناليبا طبعا هنا عدنا لفرب صنالي طبعا هذا الفعل بادي الشكل تتكلموا على لفرب صنالي لفرب صنالي يعني انك تذهب الى مكان ما هنا شنو قال لها لانكل بوجر قال مغيية مغيية نوفوزو ناليبا لا تذهبين الى مكان معين ما تبشيش نشي جيار علاش جوغي بزودو كلك يعني ستكون عند دي حاجة كما تنشوفو هنا عدنا جوغي بزودو ستكون عندي حاجة ايضا كما عندنا هنا طبعا عدنا هنا لفرب أفواغ مصرف في لوفوتيغ سامبل كما قلنا بأن لفرب أفواغ جامو رئيس موتيفيد الملكية إذن هنا ستكون عندي كما لو أنني سأملك ولكن ما غنملكش حاجة من الموسى سأملك حاجة إذن أنا غي تكون عندي حاجة هي تتقال بهذا المعنى جوغي بزودو كلك أنا ستكون عند دي حاجة لشارسين لفرب أفواغ 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 لأنك ترفع ثقل أنا بعد أفواغ إذن طبعا هنا هنا نعضي يجب ان نقولها ربا او انفلتا اذا اللوحة انفلتت دي كادر انفلتت من اطارة كما عندنا هنا يعني ان اللوحة السورة انفلتت من الاطار محاولا انقاذ الزجاجة الزجاجة اللي مغطية الصورة إذن هو كان يحاول أن ينقذ على الأقل الشيء الحساس في هذه اللوحة اللي هو الزجاجة إذا سقطت على الأرض فلنتكسر ولكن زجاجة الصورة إذا سقطت ستتكسر إذن هو حاول أن ينقذ أولا الزجاجة إذن هنا لغة إسي يعني محاولا محاولا انقاذ الزجاجة نقصد هنا يعني أن عمي قاطع الأسبوع يعني أن وجرح الأسبوع من نقل سوكوبي إذن كما نقول بأن عمي جرح نفسه إذن هو قافزة من خلال القطعة إذن هو قافزة من خلال الصورة إذن عندنا هنا باحثة من خلال القطعة باحثة من خلال القطعة كما نقول باحثة من ديلاو من ديلاو إذن هو قافزة من خلال القطعة كما نقول باحثة من خلال القطعة إذن هو قافزة من خلال القطعة إذن هو قافزة من خلال القطعة إذن هو قافزة من خلال القطعة هنا لدينا الوضع المصرف في الامبارفي كما تنشوفه إذا نحتويه في الماضي إذا ما هو الوقت اللي العم بولجيغ ما بقى شتيعرف يمتق في وعد الوقت هنا هو ما بقى شتيعرف فين هو وضع هذا المعطف دياله إذا هو وضع المعطف دياله قبل ما يفكر فيه ويقلب عليه إذا انت تكلم على واحد الزمن في الماضي لتجرب بالمنزمن آخر في الماضي إذا إذا سواطي الابكر ويجب الترغب في الماضي إذا هو وضعا يجب الترغب في نظر ويجب الترغب في تع مطلسة ولكن من المعطف يجع استخد فيها إذا كان الناس في فقر قدما شاء الله لنكمل القصة حيكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله